سجل العراق خلال الساعات الأربعة والعشرين الماضية 5271 إصابة جديدة بفيروس كورونا وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 35 حالة وفاة جديدة وعلى صعيد متصل نفت الوزارة ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي عن فرض حضر شامل خلال الأيام اللاحقة أعلنت وزارة الخارجية العراقية يوم الأحد أن وزيري خارجية مصر والأردن سيصلان للعراق غداً لبحث ترتيبات انعقاد القمة الثلاثية بين العراق وكل البلدين وقال متحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحة في بيان أن وزارة الخارجية وزير الخارجية عفواً تحديداً فؤاد حسين سيستقبل اليوم غد الأثنين وزير خارجية المملكة العردنية الهاشمية أيمن الصفدي ووزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري وذلك لانعقاد الاجتماع الثلاثي على المستوى الوزاري وكان من المقرر انعقاد القمة الثلاثية بين العراق ومصر والأردن ألا أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على يوم الجمعة الماضي عن إرجاء القمة إلى أجنة غير مسمى على خلفية حادث تصادم القطارين في مصر أعلن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع اليوم الأحد أن الهيئة تبحث وإعطاء السفن المتضررة من عرقلة حركة الملاحة في القناة بعض التخفيضات بعدما ينتهي موضوع السفينة العالقة وأوضح أن القناة تخسر ما بين 13 و14 مليون دولار من الإيرادات اليومية بعد توقف حركة الملاحة بسبب جنوح سفينة الحاويات مشيرا إلى أن 369 سفينة تنتظر عبور قناة السويس وافق رئيس مجلس الوزراء الأستاذ مصطفى الكاظم اليوم الأحد على تأليف لجنة لتطوير مدينة أور الأثرية وقال في بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء أن المجلس قرر تأليف لجنة بإشراف الأمين العام لمجلس الوزراء تتولى بلورة الأفكار والخطط عن مشروع لتطوير مدينة أور الأثرية وإعداد الكشوفات والكلف اللازمة لإنجازها على أن ترفع اللجنة تغريرا نصف شهري مفصلا إلى الأمين العام لمجلس الوزراء في مقابلة صحفية لجريدة الأهرام المصرية رئيس مجلس الوزراء الأستاذ مصطفى الكاظم يتناول فيها مختلف القضايا الداخلية والخارجية وما يتعلق بالعلاقات المشتركة بين العراق ومصر والأردن وقال نستلهم التجربة المصرية في الإصلاح ومكافحة الفساد وأننا مقبلون على مشرق جديد كمشروع للتنمية والتكامل الاقتصادي ونواة تأسيسية لتحالف كبير مع مصر والأردن وأن العراق ليس بحاجة لقوات أجنبية وما يحتاجه هو الدعم الدولي العراقيون نزفوا كثيرا من الدماء ولن نسمح بأن تتحول البلاد إلى يمن جديد وليلت